صباح الخير شباب أكيد أنت دخلت لهذا الفيديو لأنه جهازك مصاب بفيروس الفيديو وبدأك تلاقي حل لهذا الموضوع أو لأنك سابقا أصيب جهازك بفيروس الفيديو وبدأك تتعلم كيف تعمل وقاية للجهاز للمرات الجاية أو بيكون جهازك ولا مرة نصاب بفيروس الفيديو وفائت على هذا الفيديو لحتى تتعلم وبتمنى تكون من النوع الثالث أول شي شباب خلينا نعرف فيروس الفيديو وشو هو هو نوع خبيث من البرمجيات الضارة التي تقوم بقفل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي وتضع تشفيرا على الملفات يمنعك من استخدامها تماما حتى تقوم بدفع الفدية وغالبا تبدأ من 300 دولار وصعودا وهذا الشيء يكون حسب حساسية البيانات التي لديك وغالبا يتم دفع عن طريق محفظة إلكترونية خاصة بالعملات المشفرة لكي لا يعرف صاحبها وأكيد لحنا بهذا الفيديو ما رح نعلمك على طريقة دفع الفدية السؤال اللي بينطرح هلأ كيف أنا أصبت بفيروس الفدية؟ الأمر الأول ممكن تكون أصبت بفيروس الفدية عن طريق زيارة المواقع المشبوهة أو المزيفة مثال عندي هون أنه ممكن أن تدخل على موقع من فكره أنه هو باي بال ولكن للأسف مكتوب بطريقة غلط مثال باي بال هون بدلا عن باي بال تماما نلاحظ حرف الإي بهذا المكان أو عن طريق المسافات غير الطبيعية أو الرموز في علامات الترقيم مثل ما أننا ملاحظين هون آيتونز كوستمر سيرفز بدلا من آيتونز في فراغ عندي طبعا هيدا رح نكبر النص لحتى تبين بهذا الشكل فأنت دخلت على موقع مزيف فعليا هو ما هو موقع جوجل إنما موقع آخر فيه حرف أو إضافي ومثل ما شفنا بالمستند النصي اللي قدامنا أنت دخلت على باي بال غير البي بال الأصلي الأمر الثاني اللي ممكن تنصب بفيروس الفيديا عن طريقه هو فتح المرفقات في البريد الإلكتروني دون التأكد من المرسل ودون فحصة وخاصة من الأشخاص اللي ما بتعرفهن وخاصة الملفات التنفيذية طبعا مثل ما اننا شايفين هون ملفات الـ EXE اللي هي ملفات تنصيب البرامج أو فتح ملف وورد فيه وحدات الماكرو اللي بتطلب منك تفعيل وحدات الماكرو ضمن الجهاز أو ممكن يكون مرفق داخل الرسالة بهذا الشكل فمثلا عندك هيك الملف شكله .txt وانت للملاحظة بتحس انه هذا ملف نصي والملفات النصية غالبا ما بتحمل الفيروسات ولكن فعليا هو اللاحقة تبعه هي EXE كيف بصير هذا الشي على الشكل التالي رح أرجيك فمثلا عندي هون ملف جديد وهي مستند نصي منلاحظ انه هو مستند نصي لانه هو TXT ولأظهار لاحقة الملف بنتقل عند عرض وعندي خيار هون اسمه ملحقات أسماء الملفات منلاحظ انه ظهر عندي TXT متل ما اننا شايفين شباب مستند نصي جديد .txt.exe تمام بالتالي هو على الشكل هاد شايفين شباب كيف المستند النصي تحول لملف تنفيذي وطبعا في حال ايقاف ملحقات اسماء الملفات رح يبين معي الملف انه هو TXT متل الملف يلي فوقه وانت بتفكر للوهلة الاولى انه هو ملف عادي لذلك دايما نحن بننصح في حال تنزيل ملفات من الانترنت انفعل هذا الخيار ملحقات اسماء الملفات بالتالي بتظهر عندك الملحقات كاملة لجميع الملفات اللي موجودة عندك أما الطريقة الثالثة اللي عن طريقة انصبت بفيروس الفدية هي زيارة الروابط الخبيثة المنتشرة في منصات التواصل الاجتماعي برسائلها او بالتعليقات الموجودة بالبوستات على هاي المنصات وهلأ يا شباب بنتقل للمحور التالت من هذا الفيديو شو ممكن نساوي في حال انصبت بفيروس الفدية اول شي بفصل الانترنت والشبكة الداخلية عن كل المنزل او الشركة لانه الفيروس ممكن يتسلل لجميع الاجهزة رقم اثنين بفصل جميع الهاردات المتصلة بالجهاز عن طريق منافذ اليو اس بي او الفلاشات المتصلة لحتى ما ينتقل الها الفيروس الرقم الثلاثة في حال ما كان لها اي قيمة البيانات اللي موجودة عندك على جهاز الكمبيوتر او اللابتوب يفضل تعمل فورمات كامل للكمبيوتر بجميع قطاعاته واقسام الهارد والقرص الصلب وتثبيت ويندوز جديد مع انتي فيروس ولو كان مجاني اما في حال كانت المعلومات مهمة جدا اللي موجودة على الحاسب عندك يفضل انك تجهز حاسب اخر او لابتوب اخر عليه ويندوز انضيفه وما في عليه اي معلومات مهمة ويكون عليه انتي فيروس قوي مثل الكاسبرسكي او البيت ديفندر وبتقوم بفصل الهارد المصاب بالفيروس من على اللابتوب او الكمبيوتر الاول وتنقله للكمبيوتر الاخر وبتقوم بفحصه كليا عن طريق الانتي فيروس القوي واكيد اثناء الوصل والفحص ما منضغط ولا على اي رابط ولا على اي ملف بالهارد المصاب وفي حال تعذر وجود لابتوب اخر او كمبيوتر اخر وصعوبة فك الهاردات من الجهاز الاول منقوم بنقل جميع الملفات اللي على سطح المكتب والمستندات للقطاع دي او للقطاع اي بنفس اللابتوب ومنقوم بعمل فورمات للقطاع سي وتثبيت ويندوز جديد واكيد رح نثبت عليه انتي فيروس يفضل يكون مدفوع لحتى نفحص جميع الهارد وهلا يا شباب بعد ما قمنا بالقضاء كليا على الفيروس الموجود ضمن القرص الصلب اللي عم يسبب لي تشفير الملفات هلا بدي يقوم بفك التشفير الملفات اللي موجودين عندي على القرص الصلب واللي ما زالوا مشفرين لانه احنا قضينا على الفيروس ولكن للأسف الملفات ضلوا مشفرين وهلا يا شباب رح دلكن على موقعين مهمين جدا لفك تشفير الملفات يلي عندكن لانه مثل ما خبرناكم الانتي فيروس رح يحل مشكلة الفيروس بحد ذاته ولكن ما رح يفكلك تشفير الملفات عندي الموقع الاول اسمه نو مور رانسوم والموقع الثاني اسمه نو رانسوم من كاسبرسكي طريقة عمل هي المواقع بسيطة جدا بننزل لتحت شوي فمثلا بالكاسبرسكي وبكتب بهذا المكان اللاحقة اللي تحولت لها الملفات تمام يا شباب يعني انا تشفير الملفات كان الملف اي اكس اي فتحول الى رانك مثلا او اي لاحقة اخرى بتحط اللاحقة هون ومنتلقاء نفسه بيعطيك البرنامج المناسب لفك تشفير الملفات يلي عندك اما بالموقع الثاني نو مور رانسوم كذلك الامر بتنتقل من الصفحة الرئيسية لادوات فك التشفير وبتنزل لتحت شوي وبالبحث السريع بتكتب اللاحقة الخاصة بالتشفير اللي يصابت ملفاتك تمام يا شباب وبهذا المكان رح يعطيك الادات المناسبة لهاد الشي بتنزل الادات المناسبة لعندك على جهاز الكمبيوتر وان شاء الله رح يفتم فك تشفير الملفات اللي موجودة عندك وفي حال ما استفدت من هدول الموقعين اللي عطيناك يهم لحتى تفك تشفير الملفات اللي عندك من انتقل للخيار الاخير واللي هو عمل فورمات للقرص الصلب وعملية استعادة للبيانات عسى ولعله انك تستعيد البيانات سابقا قبل التشفير الطريقة على الشكل التالي بنعمل فورمات للقرص تي وتثبيت ويندوز جديد مع انتي فيروس اصلي ومن ثم جميع القطاعات الاخرى اللي عندك على القرص الصلب مثل الديل اي وما الى هنالك بتعمل لها فورمات لوحدها يعني بدخل على الديل وحدها وبعمل تهيئة بدخل على ال اي لوحدها وبعمل تهيئة بالتالي انا بكون هيئة جميع الاقراص عندي على الكمبيوتر بقوم بتحميل احد برامج استعادة البيانات المحدوفة وانا بفضل الازي يو اس داتا ريكوفري عن طريق هذا البرنامج بعمل فحص لجميع القطاعات اللي كنتم فرمتها سابقا لحتى استعيد منها الداتا واكيد يا شباب بدنا ننتبه اثناء عملية استعادة البيانات ما نرجع بيانات اساسا هي كانت مشفرة لازم تكون لواحق الملفات مثل ما اعتدنا عليها لهيه التي اكس تي والجي بي جي وهالا امور هي واكيد لما بدك تستعيد البيانات المفقودة اللي موجودة على هذا القرص دي لازم تستعيدها على قرص اخر ما بصير تستعيدها على نفس القرص وهلأ يا شباب رح نتحدث عن بعض النصائح لحتى احمي نفسي من فيروس الفدية للمرات القادمة الامر الاول ما اضغط على اي روابط غريبة او روابط ضعائية كذلك الامر ما نزل اي ملفات من رسائل مجهولة او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تثبيت انت فيروس قوي على جهاز الكمبيوتر مثل الكاسبرسكي او البيتفندر او الديفندر الخاص بالويندوز وتحديته بشكل دوري الامر الاخير والاهم هو النسخ الاحتياطي لبياناتك على هارد خارجي او فلاشة خارجية او على جوجل درايف او على ويندرايف وهذا الشيء لازم يكون بشكل دوري اسبوعي او يومي او شهري لانه في حال ان عطب عندك الهارد او اصبت بفيروس الفدية فيك تستعيد اخر نسخة احتياطية شكرا لمتابعتكم اصدقائي و الى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية شكرا للمشاهدة